مرحبا برج الجدي اهلا بكم كارت الموت كارت برج العقرب شركك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره وصل الى مرحلة قرر بينه وبنفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبنفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص مو مستعد فعكس هاي الطاقة عنده طاقة الهروب طاقة النسيان طاقة الابتعاد طاقة انه الهي نفسي بشي ثاني مثل ما تشوف هنه هاذا كارت برج العقرب الموت في الكثير من الاشياء القديمة اللي يجب ان تنتهي او تتحول عشان الروح مكان جديد هذا الشخص قرر انه يروح يمضي قدما ولكن لحد الان ترى ما تعامل مع مشاعره لحد الان ما استوعب ما قرر بخصوصك كارت برج القوس وراها الرجل المعلق شريكك الحين في حالة الهاء في حالة الهاء في حالة صبر في حالة اتباع سياسة النفس الطويل قاعد يثبت لنفس الشيء تبرياء جرح اوكي مشاعره تجاهك حس عنده نوع من اللوم عنده نوع من الاشتياق ولكن قاعد يقول كأنه ما بسبب برج الجدي هذا الشيء صار لو برج الجدي ما سوا انا ما سويت عنده ايضا مشاعر لوم الرجل المعلق ما اخذ سياسة مو بس النفس الطويل تعرف اللي احنا نقول نخلي القدر على نار هادية لحد ما تستوي الطبخة مو مستعجل مو مستعجل هذا الشيء كلي قاعد ينبع من عنادة وتمسكها بالامور لان الرجل هذا معلق متمسك بالشجرة متعلق بالامور لحد الان ما غفر لك اذا انت صدر من جانبك اخطاء او تقصر ما غفر لك نفس الوقت ما تعامل معها مع اخطائك مع اخطاءه في طاقة الهاء انزل لحد الان يشتاقلك لحد الان عنده امل بما انك قاعد يسوي كل هذا الشيء لان لو ما عنده امل وقطع امله منك شان اصلا اخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطاها تخلص منها ما شوفيني في طاقة تخلص طاقة رحيل ذهاب مؤقت لحين اشعار اخر هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال خمسة السيوف مو راضي ولكن كأنه يقول غصبا علي كان لازم هذا الشيء يصير لان اذا الشيء ما صار ما راح احصل اللي ابي ما حد يقدر رفوز في هذا السيناريو سيناريو خمسة السيوف لازم حتى لما تفوز يكون في ثمن يندفع على حساب احد ثاني على حساب شخص اخر راح تفوز لازم مثل ما نقول احنا تقوي قلبك بحث انه هو قاعد يقول غض النظر يكون بين الفصال مؤقت او حتى دائم وما اقدر اخسر مرة ثانية اخسرني مثلا اكون في علاقة مقتنع فيها او معاجبتني او او شخص يحاول يتحكم فيني او شخص يحاولنا عند هاي النوع من الطاقة احتمال انك تتعامل مع عقرب قوس عندنا هني ايضا الابراج الهوائية دلو ميزان جوزاء كرت العاشقين العاشقين دره مو دائما يتكلم عن السول ميت سكرت العاشقين هنا يتكلم عن الخيارات في خيارين عند شركك احتمال كبير برج هوائي بس مو شرط ما اخذ طاقة الابراج الهوائية اللي تقول عندي خيار رقم واحد عاشقين فيه اثنين خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا معاجب من الوضع مو مقتنع واواصل انا مو مقتنع في اشياء لازم اضطر اتحملها معاه او اتركها لحد ما اخلي برج الجدي او هو اللي مستعد يعطيني اللي يقبل شنو الشريك كان يبي منك بالضبط انت اللي تعرف شنو اللي كان ناكصه شنو اللي كان معاجبة في العلاقة مستعدنا لدرجة انه يتخلى عن العلاقة عشان يحصل على مراده مو سعيد ولكن هو يقول هذا اختياري وراح اقف بجانب خياري لحد ما احصل لي ابي عناد اكثر ثلاثة الاخصان شركة قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء all or nothing اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي ولا ابي اي شيء اسمع عنه ولا ابي حتى اخبار تأتيني عنه رح اهتم بنفسي اطلع في الشمس اسافر اغير اتعرف على ناس اخرين لان هذا الشخص اللي انا اخترته قابل ما عطاني اللي ابي ما فهمني او ما قدرني عنده مشاعر لوم مشاعر ردة فعل السؤال اللي بعده ما هي خطوة القادمة تسع الخماسيات رح يستمر برج العقرب ما يتنازل او ما ما يقرر شيء وبعد ان تشوفه خلاص ينفذ ثوبه ويتخلى عن الشيء اللي يقرره لا برج العقرب ماستر الابراج المائية يبتدي برج العقرب كرت الموت ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات ومصمم اذا كان رجل اشوفه مصمم مليون بالمئة ان يعوض خسارته فقده للعلاقة لان انجرح كبرياء ما اقدر احصلك بالشكل اللي اخوه يبي يبيك لحد الان احبك لحد الان ايه ما انكر هذا الشيء لكن يبي حصلك بالطريقة اهو اللي في باله تسع الخماسيات اذا كان رجل مصمم مليون بالمئة انه يفتح لمشروعه وصير صاحب جاه وصير ناجح ما بس يصير ناجح يهتم بشكله يصير رشيق حتى اذا كانت امرأة مصممة انها تهتم بشكلها تهتم بنفسها تضع نفسها فوق الاخرين تصل الى اهداف مش هللنا الوحدي وصل لها عند خطوة القادمة مو اتجاهك انت خطوة القادمة تجاه نفسها الوصول الى المعالي لوحدي اعوض خسارة علاقة حب بنجاح مالي نجاح عملي نجاح حتى شكلي رضا عن نفسي المزيد منطقة الماء عقرب حوت سرطان فارس الماء اه سوري فارس الاكوب فارس الاكوب هنه شان خطوة القادمة يأتيك بكوب من الحبلة احسن شكلي احسن وظيفتي اخلي صيتي يوصل بين الناس ان انا الامير الاعزب او الاميرة العزباء عشان برج الجدي هو اللي يصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغيرات اوكي وعند احتمال ايضا انه شوف شخص متزعزع هني نوعا ما ثقته بنفسه متزعزع فك انا بيقول رح اول شي احسن من نفسي احسن من دخلي ارتب اموري مع اهلي حتى شكلي بعدين اتوجه نحو الحب بعدين ارد حتى افكر ان افتح صفحة جديدة مع برج الجدي يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية كارت الججمنت خروج الاموات وعودة الاموات الى الحياة بوق اسرافيل يصحون من النوم يطلعون من القبور مو بس تغيير شوية في الشكل ورتوش وتحسين لا لا تغيير مليون في المية يعني مثل ما نقول شلو ان القط صير اسد هاي النوع من التغيير متوجه نحو اهداف كبيرة بس ايضا ما اتشوفها نحوك انت لا وهو شو نحط جدامه اصير انسان احسن احسم من دخلي من شكلي عشان بعدين تكون عندي فرصة افضل معه شريك برج الجدي لحد الان ما انهم الفايل اللي بينكم ما انهم الامل او ما قطع الامل لحد الان الامل مفتوح بس يحس بينه وبين نفسه انه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان يحس انه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع يعتمد هنا من الجنس اذا هو الرجل وهو رح يطلب الرجوع او رد يفتح معاك موضوع اذا انت اذا انت الرجل وهو يتوقع انه عقب ما يحسن من وضع انت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه يعتمد على الجنس هنا مزموعة اللي بعدها العزاب اول سؤال الشخص القادم بطريقك مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجدي عندنا كرت برج الحوت العالمة شخص احنا نقول عنا سكيتي كتوم ما يتكلم وايد بس مو خجول لا ما يتكلم لانه ياخد وقت يطالع الناس يراقبهم يفصفصهم يعرف الزين من الشين يقيمهم ذكي ذكي جدا يراقب من بعيد بدون ما ينخرط او شي راقب من بعيد وقرر هل انت مثلا تصلح لأولادك قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك يحاول يجمع كل المعلومات يتطقص يقيم يبخبارك حتى يلاحظ اسلوبك في الحياة تصرفاتك انت تحب تسافر انت متحرر انت متدين ياخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك عقب يدخل في حياتك عقب كأنما احسني بعد هذا شخص اول شي دائما يحاول ان يحصل على ثقة الاخرين اوكي يعرفك على نفسي عن طريق مثلا رسمي يخلي وجهي يصير مألوف في حياتك ان شفتك كذا مرة في كذا مكان بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك عندنا هي طاقة برج الحوت طاقة الابراج الهوائية في السياف الصغير دلو ميزان جوزا الخماسي الاول الي يكون تقديم هدية عرض احس هذا الشخص حتى لما يبتدي كلمك عن الارتباط او الدخل في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية يمكن هو ايضا برج ترابي عشان شذي واقعي ورسمي بس يحب يتكلم في التفاصيل انزين يحب يكون صريح معاك من البداية يشوفك هل انت رح توافق ما توافق شنو افكارك تتناسب مع افكاره في البداية ما عنده حب عنده لاتكتو بزنس خلا نتكلم عن توافقي وتوافقك خلا نقرر او شي بعدين احنا لاحقين على الحب هذه نوعية الشخص اوكي وظيفته وشكله كارت برج الجوزاء العاشقين الامبراطورة كارت برج الحمل البرج هذا كارت ايضا برج العقرب هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة ان يعمل في البناء او المقاولات او على الاقل بيع هذه النوع من المواد التي تستخدم في البناء احتمال ايضا انه عندنا كارت الامبراطورة انه يعمل في مجال الانجاب التوليد الخصوبة عنده عيادة يعمل في عيادة بس شي يخص الانجاب والخصوبة والمعالجة اوكي العاشقين مسؤول عن التحليلات مسؤول عن المختبر هذا النوع من الوظائف مختص بالمشاكل الزوجية مختص بالمشاكل النفسية عنده كثير من النضوج مره وعليه كثير من الازواج عشان تدي تشوف حتى طريقة كلامه معاك شوي رسمية في البداية ما يدخل من باب الحب يدخل من باب التوافق والعرض شكله عملي مقبول على اقل تقدير يميل الى الطول اكثر من القصر طوله اما متوسط اما شوي اطول من المتوسط اوكي عائلة حس عنده نوع من ما بقولك عائلة مفككة ولكنها عائلة ليست مثالية اوكي يعني حتى طريقة اسلوبه في الحياة حس مو مثالي عنده شوي اطباع غريبة عنده شوي اطباع مثل التدخين مثلا اوكي خليك تشوف اشنا تتصرف معه ثلاث الخماسيات يعطيك الخماسي الاول انت تحوله لثلاث الخماسيات على طول انت ايضا تتعامل معه بشكل رسمي بشكل جاد تكون واضح معه في وضع الخطط يعني بادر ولا تسكد ولا تتغلى لان هذا الشخص فعلا جاد لما يعطيك خماسي توقع ان انت تردع الخماسي ما لما يعطيك تعرض لما يتقرب منك فطاقة التغلي او الابتعاد او عدم الجدية ما تصلح معه لازم تكون متواجهة لازم تكون واضح انت ايضا معه مثلا اذا انت اعزب ومستعد ان تكون في علاقة تكون واضح من البداية لان هذا الشخص راح يصدق اي شي انت تقول له وياخذك على محمل الجد انت اللي عندك هني المفتاح ستة الاكواب هذا الكوب يقولك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي لا تقارنب شخص من الماضي ولا تتسوي افتراضات بخصوصه شخص لانه شوي يحسه غريب يجمع ما بين تقليدي انسان تقليدي انسان ايضا خلا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب فلا تحاول انك تحطه في تحت المجهر وتفهمه صعب انه تفهمه يمكن يكون من الابراج يمكن الحوت لان الحوت غامض لا تفهمه بسرعة غموض الحوت الكوب الاول لما يأتيك ويعرض عليك هنا ايضا يعتمد على الجنس لما يأتيك ويعرض عليك الحب لا تتبع معه لا طاقة تلاعب لا طاقة تغلي العكس صريح ودائما كلم عن انت شلون تحس اذا شفت منك خطأ اذا شفت منك خطأ لا تزعل عليه اذا شفت منك خطأ لازم تصارحة هذا يكون بالصراحة اللي انت سويت حسسني بكذا كذا كذا اوكي لازم تكون مستعدة ان تفتح معا صفحة جديدة انت ايضا احسك كأنه ما يبرج الجديد عندك اما تعلق او تنتظر او تتأمل شخص من الماضي هلا نشوف المرتبطين واول سؤال كيف يراك الشريك عندنا هنا تسعة الاخصان سبعة الاكواب طبع القراءة ممكن تكون عكسية السيف الاول شريكك قاعد احس انه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشيء عنده حجة عنده قضية عنده جدال يبي يقنعك انه مثلا نسافر ننجب ابناء اكثر او حتى ما ننجب ابناء في الوقت الحالي ندخل في مشروع معين نتطور في مجال معين عنده قضية عنده شي عنده محادثة من القلب للقلب يريد ان يكلمك فيها لانه يحس انه انت قاعد يتأخر الموضوع في موضوع عنده قاعد يتأخر مع الشريك ممكن يكون موضوع انه نكبر العائلة انه نخته خطوة جادة ممكن انت تقول له مثلا لا لحد الان ما امننا مستقبلنا احنا ممستعدين اهلنا ممستعدين عندك تخوف انت متمسك في هاي الشهر نزيل نشوفك انه انت متمسك بالوضع الحالي بالوضع اللي فيه امان المنطقة المعروفة هو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الاول سبعة الاكواب شريكك عارف وحاس فيك كأنه ما يشوف انه انت خايف من العواقب اي عواقب عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه مع هاي المحادثة الصريحة انه مثلا احنا ما يصير نضل في هاي الدولة لازم ننتقل دولة ثانية احنا غلطنا في هاي الشي لازم نعتذر من فلانه ونعتذر منه انت هنا كأنه ما خايف مو من الشي نفسه ولكن نتائجه خايف احد يشوفك انه انت ضعيف انه انت مو قوي ببرجزة الجدي من الابراج القوية اللي تتحمل خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا يحاول شركك ان يطرحه عليك وهو يشوف عندك نوع من التخوف ومتشجع كثرة الى ان تخدو خطوة الى الامام اوكي خلننشوف السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثمان الخماسيات اكثر شخص مت اجتهد اكثر شخص يستمر في الاجتهاد سهل انك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة برج الجدي لانه قوي لانه يتحمل يستمر ثمان ساعات انت مت اجتهد وهي من نقاط قوتك في العلاقة مع الشريك ما تستسلم بسهولة وتقض كل شيء وتقول خلاص مع السلامة ما تزعل بسرعة انسان منطقي واقعي لانه هي طاقة الخماسيات سبعة الخماسيات باقي الابراج لما مثلا يشوفون عقبة يشوفون صعوبة يشوفون ان الموضوع اللي جدامهم حلمهم رح يطول يستسلمون يتعبون ييئسون مو انت انت الثابر وتتخطي كل العقبات هذا من نقاط قوتك في شراكتك وايضا كأنما حسيني ما تاخذ لا احد يقول لك لا مو معناتها انه خلاص رح تاخذ اللأ مالتهم وتعيش فيها لا ما تقبل اجابة لا الظل الثابر وتحاول الا ما تخترق شيء الا ما تحقق اللي في بالك عناتك في محلة عندنا كرة برج السرطان العربة شوف من نقاط قوتك انت دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك احس انه اهو مميز وانه اهو فخور فيك وان ان انت يمكن الاعتماد عليك وان ان انت قوي الحصان ايضا رمز القوة والسرعة هذه من نقاط قوتك في العلاقة خلا نشوف كيف التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس عندنا كرت الامبراطور السيف الصغير وكارت القوة كارت برج الاسد تقريبا هني عندنا طاقة جميع الابراج فما راح احدد برج معين هني برج الاسد وهني عندنا الامبراطور برج الحمل التوافق بينكم لشهر ثماني اغسطس انت مثل ما قلت لك اما انت اما الشريك في طاقة هني شخص الامبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع انه مثلا يغير في شيء يبي يظل على الوضع الحالي واحد منكم يبي يكبر الاسرة واحد منكم يبي ينتقل مثلا من بيت العيلة واحد منكم يبي يدخل في الزواج الثاني مو مستعد الثاني يقول وضعنا تمام وضعنا امان ليش نغير لمن احنا مرتاحين الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر ثماني راح يحاول حتى لو على الاقل بدايات التغيير يجلبها للشريك ممكن انت ممكن شريك هني السيف الصغير تحاول ان تستفزك او يستفزك حتى يقنعك عنده حجة السيف الاول السيف الصغير عنده حجة يحاول يقنعك فيها يحاول يخليك مو قتلك مجتهد مو قتلك قوي انت شريكك يعترف هني ان يحتاج الى انك تكون معاه 100% متفق معاه وتؤمن حتى بالوجه اللي حاطنها بالمكان الجديد عشان العربة تمشي العربة ما تمشي بحصان واحد لازم تكون مقتنع عشان تعمل معاه سيكون احس شهر مليء بمحاولات للاقناع والنقاش بينك وبين الشريك في واحد رح يكون اثنينكم عندك كرتين ميجر كرتين رئيسيين واحد برج الاسد واحد برج الحمل لكن احس هنا طاقة برج الحمل اهو اللي قاعد يتصرف جذيه بدافع الخوف طاقة برج الاسد اهو اللي صاير شجاع اكثر يحب المخاطرة اكثر ويعتقد ان اهو صح وفعلا نحس ان اهو صح اكثر يطلب شي في تغيير يطلب شي في انتقال ومتمسك ايضا براية ولكن ما يبيضغط عليه كوائد رح يحاول انه يقنعك بطاقة السي اوف ترام بطاقة الحب بطاقة الاقناع الكلام المناقشة شهر مليء ب ان شريكك بشكل خاص اهو اللي يتحداك في رأيك اهو اللي يتحداك في وجهتك اهو اللي يتحداك